اسمحلي بالنسبة لفكرة او سياسة انك ترفع المرتبات او ان انت تدعم السلع او ان انت تدعم سعر الغيف العيش هل ده هو الشكل الامثل للسيطرة على زيادة الاسعار يعني دي تبقى كارثة لو هو ده اللي هتفتق عنه الحوار الوطني يعني مزيد من ان انت تعمل دعم في التموهين عارف دعم وصل كم حضرتك؟ نص تريليون جنيه مصر طيب وبعدين؟ وده السؤال؟ هدك اول ما بترفع الرواتب اول ما التجار بيسنوا استنهم وهنا بقول لحضرتك وهو فيه دعم مباشر وفيه دعم غير مباشر يعني انا لما اجمد سعر الكهرباء طبع الميا دعم غير مباشر اسعار الايئتوبيسات دعم غير مباشر سعر الريف العيش دعم غير مباشر بمناسبة الريف العيش مفيش دولة في العالم بتبع الريف العيش بخمس عروش مفيش بخبال حضرتك الحقيقة احنا في هذه الجزئية بنقيم سياسات الحكومة وبنقول أن الحكومة منحازة بشكل كبير للمواطن الفقير عايزين بنطالب الحكومة أنها تنظر نظرة بعين غضة للطبقة المتوسطة هو ده الطبقة اللي هي بيسموها سمام أمان أي مجتمع لأنها برضو عشان السيد المشاهدين ومعانا لأنها تتسم دائما زي ما تعلمنا وسيادتك برضو تصلح لي تتسم دائما بالتطلع للطبقة الأعلى عن طريق العلم والثقافة وتتسم بأنها بتتخلص من الجزور بتاعتها أنها تترك الطبقة الأقل فدي الطبقة الناهضة الحقيقية في أي مجتمع كل النخبة من الطبقة المتوسطة يعني احنا دائما بنقول الشعب اللي فيه نخبة عدد النخبة كبير ده شعب ناجح أما الشعب اللي فيه نخبة قليلة ده مجتمع يبقى قفاش صحيح حتى كمان يعني عشان نذكر بشيء من الدقة أن حتى علم الاقتصاد انتقل مفهوم علم الاقتصاد من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد المعرفة knowledge economy يعني أنت لو عندك شباب مجموعة شباب عندهم معرفة وفي برامج في تكنولوجي والزكاء الاصطناعي أنت دولة غنية صحيح حتى لو ما عندكش حاجة مثال على ذلك اليابان رسالة على ذلك الهند بالنسبة يا فندم للطبقة المتوسطة دي أقصى ما تفعل الدولة لها أنها بترفع المرتبات وزي ما بقول لحضرتك أن التجار من أول ما بيعلن عن رفع المرتب قبل ما تستلموا مرفوعا بيكونوا هم غلوا عليك برضو تبقى محتاس حاطة الفلوس كده ومش عارف تشتري إيه ولا ما تشتري شوف حضرتك وهو ده اللي احنا بنقول إيه يجب على الدولة أن تستخدم كافة أدواتها لضبط حركة الاقتصاد المصري يجب ايه طب بالنسبة يا فندم فكرة الدعم النقدي اللي هي يعني بتروحنا بقىنا فترة طويلة دعم عيني ولا دعم سلعي دعم نقدي بتشوف حضرتك أنها نجحت في المجتمع المصري فكرة الدعم النقدي دي شوف حضرتك كل الدراسات أثبتت أن الدعم النقدي أكثر فعالية من الدعم العيني والتنين حلوين بس لوحة حطوم من الأفضل لقى الدعم العيني لأن الدعم العيني أكثر عدالة لأن أنا باخد فلوسي في جيبي أما الدعم ده بنسبة دعم النقدي أما الدعم العيني أنت بتدعم المنتج والمنتج ده قد ينقل هذا الدعم للمستهنف وقد لا ينقله زبط أخذ بالحضرتك لكن هي الدولة اللي يتقوي من معدلات الدعم العيني ودوقتي في سلعة معدودة السلعة التوميونية السلعي مش العيني الدعم السلعي أصبح في عدد من السلع يعني الرغيف العيش كل قائمة السلع التوميونية اللي معهم بطايا ده دعم عيني ومباشر يعني بيدي لك السلع بنص تمنع لكن أنا أفضل الدعم النقدي والدعم العيني يكون على عدد محدود جدا من السلع اللي هي السلع الاستراتيجية يعني أن ما يقدرش الواطن يحصل عليها بدون أن تدعم من الدولة طب بالنسبة يا فندم ليه لجنة العدالة الاجتماعية ما أهم السياسات اللي يجب أن تقترح هذه اللجنة في رأي ساعتك لعلاج الأزمة الاقتصادية على الكل مش بس على الطبقة اللي هي الأكثر احتياجة تكافل وكرامة الدعم التمويني الزائد لمدة ستة أشهر اللي هي حاجات الزيادة قوي اللي هي الأسر الأكثر احتياجة اللجنة دي رقم سبعة وطبعا هي بتركز على سياسات الأجور والمعاشات والدعم بنوعيه العيني والنقدي وبرضو بتركز هذه اللجنة على أولويات بتطالب بزيادة الحد الأدنى للأجور وكذي كلها مطالب الحكومة تجاوزتها بمعنى حياة كريمة بلغت كام حضرتك إجمال الإنفاق 800 مليار جنيه مصري وإحنا قريبين من 1 تريليون ده المين ده ده بيخدم هذا البرنامج بيخدم 4600 قرية ونجع في المجتمع المصري كانوا منسيين تماما وهذا الدعم هو مش حايزة أقول عليه دعم ولكنه برنامج ينتقل من دعم سلع استهلاكية هتكونها مرة واحدة إلى دعم إنتاجي ودعم يعني تنموي برافو عليك دعم تنموي تمام الدعم التنموي ده أدى بنا لإيه إن أصبحت المياه بتصل لنهايات الترع والقنوات في مصر زمان كانت المياه تيجي لنص الترع وتقف مفيش أكتر من كده عشان نفس الترع ما هياش ممهدة دلوقت المياه بتوصل لنهايات الترع مما أدى إلى زيادة الإنتاج نقطة أخرى إحنا برضه كمصر عندنا حاجات حلوة مصر هي أول دولة في العالم في إنتاجية الفدان من القبح أي ومن الفراولة ومن عدد من السلع